موسيقى السلام عليكم أعزائي المشاهدين غدا هو اليوم العالمي للأرصاد الجوية وتحتفل إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بهذا اليوم المميز وجاء تحت شعار الانذار المبكر وأيضا العمل المبكر اللي حد من أيضا تقليل كوارث طبيعية اللي تتحدث في جميع أنحاء العالم وأيضا من العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة وجاء تحت شعار العمل المبكر وأيضا الانذار المبكر وتحتفل إدارة الأرصاد الجوية بهذا اليوم إن شاء الله اليوم الغد تحت شعار العمل المبكر وأيضا الانذار المبكر الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجوانا دافئة والرياح الشمالية غربية خفيفة لمعتادة السرعة تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 6 إلى 26 كيلومتر في ساعة ودرجة الحرارة الحالية 27 درجة مئوية الرطوبة النسفية متدنية 25 بلمية أما رؤية الفقية جيدة تزيد عن 12 كيلو الليلة أجوانا تميلة البرودة واستمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة لمعتادة السرعة تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 6 إلى 26 كيلومتر في ساعة ودرجات الحرارة متوقعة في متصف هذه الليلة مدينة الكويت 18 درجة مئوية جزنة الشمالية واربا بابيانو فاليسة قد تصل إلى 18 درجة مئوية في مساء الغد أجواء ندافع إلى مائل الحرارة واستمرار لرياع الشمالية الغربية قد تصل سرعتها إلى 28 كيلومتر في الساعة واللاحظة عزال المشاهدين درجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 30 درجة مئوية في مدينة الكويت بالنسبة لمناطق الشمالية والشمالية الغربية ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة الغادمة خفيف إلى معتد الموج وارتفاء الموج من 1 إلى 3 تقدام المواقع تفند الله على سبتويت المحل لمدينة الكويت موعدة ذا الفجر في الساعة الرابعة والنصف موعد شروق الشمس في الساعة الخامسة في الساعة 40 دقيقة أما غروب الشمس في الساعة السادسة ودقيقة ضغص المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام الغادمة إن شاء الله أجواء أنه تميل إلى الدف وما إلى الحرارة خلال فترة النهار ولكن تميل إلى البرودة ليلا مع استمرار الرياع الشمالية الغربية منتوقع نشاطه يوم الخميس وفرصة الغبار خاصة على المناطق المكشوفة واللاحظ عزال مشاهدين درجات الحرارة في ارتفاع نسبة قد تصل إلى 30 درجة مئوية في مدينة الكويت وقد تزيد عن ذلك في المناطق الصحراوية وزراعية من دولة الكويت ولكن ابتداء من يوم الجمعة منتوقع انخفاض نسبة في درجات الحرارة قد تصل العظمى إلى 24 و 26 درجة مئوية ولكن الرياع الشمالية الغربية مستمر معانا خلال أيام المقبلة بالنسبة للصغراء متفاته ما بين 13 إلى 12 درجة مئوية عزال مشاهدين إلى هنا تنتهي نشرطنا الجوية شكرا على سلمتابعة والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم